موسيقى 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 صح؟ يُقال هنا إذا أردت أو قبل أن تحكم على الأشياء عليك أن تعرف الحقائق قبل أن تحكم على الأشياء عليك أن تعرف الحقائق تعرفون في درس لم يتعلمه البشر إلا ما نذر ومن نذر ما القضاء؟ درس رهيب جداً كل يوم أمامنا لكن يبدو أنه لم يوحي إلينا بشيء وكان جهدي أن يوحي إلينا بشيء عظيم جداً وهو درس القضاء حين يختلف إثنان في قضية بسيطة تتعلق ببضع مئات أو ألوف من الدولارات أو الجنيهات أو بقذ واحد تكلم في عرض واحد واحد ألب على واحد وحرض على واحد ما الذي يحدث؟ يُقتادان إلى المحكمة وعلى فكرة طريقة التحكم طريقة في التواصل لا نرجوها ولا نحبها لكن تمليها ضرورات الحياة التواصل له أنماط كثيرة أعتقد أفضل على الإطلاق الحوار الحوار أرقى طريقة إنسانية أن نتحاور لكن الحوار لسه بشروطي هذا موضوع آخر يحتاج أكيد إلى خطمة ليس الحوار بإرادة الهيمنة والتأثير والإقناع والتفنيد لا 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 الحوار شيء مختلف الحوار أعتقد مبدئياً بالطريقة الهابرماسية يورغان هابرماس الحوار التواصل أم يسميه العقلانية التواصلية كوميونيكاتيف العقلانية التواصلية قال إذا شيبت أو إذا شيبت محاولات التواصل هذه بأي إرادة في أدنى الحدود للتأثير فسد التواصل خير من غير التأثير طب لماذا إذن؟ للتفاهم وحاول أن أفهمك أنا هنا لا أرى يورغان هابرماس قال يشوف الألماني الكبير وعلم اجتماع أيضاً لا يزال حياً الآن معمر أتى بشيء يتجاوز قوله تعالى في جملة واحدة لتعارفوا ليهدي بعضكم بعضاً ليهدي بعضاً ليتعارفوا أحب أن أعرفك فقط قبل أن أحكم عليك القضاء يعلمنا هذا الدرس القاس العميق الحرج الحساس لكن لم نتعلم قال لا من تعلم لكي يُحكم في قضية ثلاثمائة يورو أو ثلاث آلاف أو قضية كلمة قيلة هنا أو هناك المسألة قد تقضي خمس جلسات عشرة جلسات تمتد عبر أي سنة؟ سنة ونصف سنتين أحياناً وثائق كبيرة وأدلة ومقارنات قراء وشهود بيئة طبعاً حكم نريد أن نحكم هل أخطأ هذا أم لم يخطأ؟ من الظالم؟ من المظلوم؟ طب ما باهم أن نحكم على ثقافات وعلى حضارات وعلى أمم وعلى أديان بكلمة ومن منطلق الجهل القح الجهل المحض يقول لك مثلاً المسلمون الشرار إلا بعضهم كيف؟ كيف أطلقت هذه الحكمة؟ كل الإرهابيين في العالم مسلمون وإنما يكون كل المسلمين إرهابيين يحسن هكذا عادل بين الإسلام والإرهابي كلمة واحدة شيء غريب جداً اليابان وثنيون اليابانيون شعوب وثنية لا يفكرون في الله بالمرة هكذا حكمت عن الشعب الياباني التاريخ الياباني والثقاف اليابانية وثنيون اللي عمل لنا فضيحة عربية كبرى في توكيو الـ NHK مؤسسة الإعلام اليابانية ملهاش غير الموضوع ده الراجل عمل إيه؟ ده طالب مبتعث عنده حاجة وثلاثين سنة كده على حساب الدولة رايح يدرس هناك اليابان بقى تكنولوجيا وعلم متقدم رايح يدرس هناك تصوره بقى متفرغ لإيه؟ بدلاً ما يتعلم وينور دماغه ويرجع يفيد بلده يحطم تماثيل بوذة في اليابان أفشو هو بيحطم تمثال مرماري جميل كده البوذة عشان دي أوثان أصنام وعلى فكرة للأسف الجاهل القح هذا الذي يتمتع باستبقاء واستدامة حالة جاهلي في ناس يحبون هذا في ناس عنده نوع من العداء المعرفة والله تعرف ليه؟ لأنه عنده كبر داخلي كبر إنه مين اللي بده أعلمني؟ أنا أفاهم كل إشي أنا أبو العريف لماذا أنا أسمع؟ لماذا أقرأ؟ أنا أبو العريف ومعتقل تجد هذا الجاهل القح المتمتع باستدامة حالة جاهل اللي هي الجاهل البسيط الساذج الطفولي الفازق والمجرب طبعاً الظالم مثل هذا تجده معتقلاً تجده معتقلاً في نوط كونته كلمة قراءها في صحيفة أو سمعها في تلفاز أو سمعها من جاره حين كان طفلاً صغيراً تقول اليابان كذا المصريون كذا التوانسي كذا الأمريكان اللاتين كذا المسيحيون كذا اليهود كذا المش عارف كذا الأشعارية كذا السلفية كذا الشيعة كذا السنة كذا قل لي إيش أكثر حاجة حبيتها في المغرب أنا فاكها فيهم أنت شاهد أنت شاهد وظالم وستُبحث يوم القيامة ظالماً وقفوهم إنهم مسعورون وستُسأل عن كل كلمة أطلقتها في حق القبائل والشعوب والأم والأديان والطواعف والمذهب والحضارات ليه؟ ليه هذا الظلم وأنت لم تساهمه كذا ببناء جسور التواصل بالعكس أنت قطعت كل جسور للتواصل أنت كنت شيطاناً دون أن تدري العبد هو شيطان شيطان يفرق ويبث البغضاء بين الناس فأنا مصحيح والغمز والهمز واللمز بالناس لا يجوز الإنسان العقل ليس كذلك العقل والإنسان طبعاً المفتح الإنسانية ومفتح القلب والعقل لا يكون كذلك وأقول لك لا 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 لماذا أحكم على الآخرين؟ الحكم خطيئة كما قال ساند أوغستين الحكم على الآخرين خطيئة إذا أردت أن أحكم سيكلفني الكثير سيكلفني أن أخلع من جلباب أنزع عني جلباب الجهالة أن أتعلم لك أحكم على الآخرين وبمقدار ما أتعلم والتعلم يقتضي وقتاً طويلاً في كل المجالات بمقدار ما أتعلم يتسع منظوري ويتسع الإنضباط لديه في الحكم قليلاً لن نعطي حكماً نهائياً إلا بمقدار ما أدرس وأتعلم وعلم الصحيح بس قبيح وعيب جداً جداً أن يأتي كما قلت أكثر مرة من يقول لك أنت مسلم أنتم تضطهدون النساء المرع عندهم كيف عرفت ما الذي تعرفه من وضع المرأة في الإسلام في التاريخ والحضارة في الفكر والثقافة في وقع المسلمين في النص يعني الأدلة عموماً حين نريد أن نتعاطى مع أي مسألة لدينا مجموعة تصنيفات من الأدلة هناك الأدلة الوثائقية يعني ماذا قال الله؟ ماذا قال الرسول بعدين ماذا قال الفقهاء عاد في الموضوع بس هم شيء الأدلة المؤسسة قال الله هل تعرفها؟ هذه الأدلة الوثائق بعدين في الأدلة العقلية المبنية على مفهوم مفهوم الاتساق استنتج استنتاجات متسقة دقيقة العقل يحكم بأن استنتاجك هذا دقيق بس مبني على ماذا؟ على أدلة وثائقية ثالث تصنيف الأدلة الأدلة ماذا؟ الواقعية مدى التعام الواقع بالنظرية هل واقع المسلمين يعكس تماماً ما لديهم من أدلة وثائقية في هذا الموضوع؟ هل طبقوا إسلامهم كما هو ثم رأينا المرأة مظلومة ومضطهدة قضية معقدة قضية فكر ليس هكذا أنا قبيلة قليلة حين ذكرت يورجن هابيرماس تلسوف الألماني العالم بجتمع الألماني العظيم هذا الرجل حين تحدث عن العقلانية تحدث عن أنواع ما العقلانية انتبهوا عشان هيك برضو حتى لما تحدث أنه فلان غير عقلاني غير علمي أعوى عقلاني شوية زيادة وعقلاني ضد الوحي يا أخي الله خليك ما تتحدث عن العقلية يجب أن تفهم ما هو العقيل وما هي العقلانية تتفلسف هذا الشيء كن فلسوف يعني أما جاءت تحدثي ولا تعرف حتى تعريف العقل جاءت تحدث أن هذا عقلاني وهذا غير عقلاني وتعطي أحكام عن الناس وتدخل وتطلع من رحمة الله وفي جحيم الله لا لا جوز هذا جهالة الجهالاء دائما كما قلت مرة الشعوب البدائية البدائيون دائما ينزعون إلى إطلاق أحكام أي قيمة كويس مش كويس حبوا بكره معانا وضدنا بس المتحضر كلما تحضر الإنسان المتعلم يصير تقف كلما تحضر الإنسان يقل من إصدار ماذا؟ أحكام القيمة ويأخذ فيه ماذا؟ في محارث الفهم بحول الفهم والفهم يتأتي عنه ماذا؟ الوصف يصف الأشياء بدقة ترجمة نانسي قنقر